مشروع التأمل للذكرى المعوي الثانية مشروع التأمل للذكرى المعوي الثانية الكلمات المكنونة الجزء الأول عربي نص التأمل رغم أربع اجلس في وضع جلوس مريح على العرض أو على كرسي مع وضع غداميك بشكل مسطح على العرض مع وضع اليدين على الركبتين وضحرك في وضع مستغيم ضغنك موازي مع العرض استخدم وسادة لمصاندة ضحرك إذا لازم الأمر حاول أن يكون ضحرك في وضع المستغيم طوال التأمل يمكنك إرخاء ضحرك بشكل دوري كلما أحسست لعدم الارتياح خذ بعض الوقت لتستغر وترتاح في موضعك اغمق عينايك ابدأ بملاحظة نفسك ركز على شهيرك وزفيرك اشتركوا في القناة ببساطة انتبه لإغاءة نفسك الطبيعي عندما تكون جاهزا استمع للكلمات المقدسة التالية من حضرة بها الله يا ابن الوجود أحببني لأحبك إن لم تحبني لن أحبك أبدا فاعرف يا عبد يا ابن الوجود يا ابن الوجود أحببني لأحبك أحببني لأحبك أحببني لأحبك أحببني لأحببني لن أحببك أبدا كبن احببني لأحببني لأحببك أحببني لأحببني 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 لأحببن فاعرف يا عبد يبنى الوجود يبنى الوجود أحببني لأحبك أحببني لأحبك أحببني لأحبك أحببني لأحببه أحببني لأحببه إن لم تحبني لن أحب أحببك أحببه 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 ساعرث يا عبد فعرف يا عبد فعرف يا عبد أشار حضرة أبد البهار إلى التعمل بأنه تر سؤال على روحك وانتظار إجابته تم التوفير دقيقتين من الصمت لصياغة سؤال أو سلسلة من الأسئلة لترحها على روحك الآن ترجمة نانسي قنقر وعيد وعيك إلى هذه اللحظة ابدأ بفتح عيناي ببطء ابدأ عيناي تتأغلم بالضوء المحيط بك عندما تكون جاهزا اجلب دفتر يومياتك أو دفتر صغير وسجل الهوار الظفني الذي أجريته للطوء مع روحك ترجمة نانسي قنقر